طب امام عشور بقى دي حكاية الوحدة امام عشور لما تيجي 3-4-3-3 وانت بتقول انه وفعلا هو امام عشور واحد من افضل لعبة الثمانية بس امام عشور لما بيلعبه بقى 4-4-2 بحسه لما يبقى في نص الملعب غير لما بيروح شوية على الجناح طبعا يعمل شغلة عظيم اكتر بكتير عشان انت بتدي له حرية حركة في نص الملعب كله يما بيلعب 4-3-3 هو دايما بيروح نحية الشمال دايما في الحتة دي حتى هو يما لعب مع الزمالك ما كانش كده كان بيتحرك بشكل كبير جدا وكان بيروح بيشوت على الجون يما لعب مع الاهلي بقى عنده التزامات شوية انه يروح نحية الشمال انه يشتغل في الجنب الشمال عشان يما يطلع علي معلوله هو اللي يغطيه عشان يعمل جبهة مع علي معلوله ومع حسين الشحات هي بيبقى فكرة مدربين كل مدربه لي وجهة نظر كل مدربه ليه رؤية انا امام تحطه في نص الملعب عشان عنده من الامكانيات البدنية وانه هو يوصل يبقى مباشر الليجون عشان هو بيشوت كويس غير يما اطلعه بره شوية على الشمال فبتاخد منه بشكل كبير يعني النهاردة كمان قلت في المقدمة النهاردة انه اخيرا اخيرا بقى عندنا مهاجم في المنطقم مهاجم بقى يعني مصطفى محمد بقى له فترة بيلعب مع المنطقم بس النسخة دي من مصطفى محمد هي افضل نسخة لمصطفى محمد نفسه وافضل نسخة لمهاجم في مصر من زمان تتطفق ولا تختلف اتطفق بعد الاحتراف صح كده بعد الاحتراف ايوه عقلية مصطفى لعب مصطفى مع اللعيبة اللي تحت القوة اللي فيها مصطفى تمركز مصطفى الاحترافة ده المصطفى وده اللي انا نفسي نفسي وكلمتي فيها كتير ان اللعيبة تحترف بس اللعيبة مش هتحترف لما انت هنا تقن المادة تقن معلش انت هنا بتاخد اكتر ما بتدي بصراحة بتاخد اكتر ما بتدي لأ انت الفرقة اللي بتلعبك النهاردة اللي بيلعب في كوبروس رقم 17 بيلعب في كوبروس اتنين بيلعبوا في امريكا واحد بيلعب في فرنسا درجة تانية هتدف المطولة غينية الاستوائية في الدرجة التالتة في فرنسا والتاني لعب في انكارا جوجانا النادي اللي انا لعبت فيه ولعب في جلطة الصراعي في تركيا احنا عندنا هنا يقولك ايه عليم مدريد عشان كده بص نقطة انا بشوفها سلبية عشان كده هتلاقي اللعاب المحترف زي مصطفى اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي هو عنده ثقة بس ثقة بتقول ايه ثقة ده لعاب محترف لعاب جاي من نادي كبير جدا في فرنسا ولو مش كبير يا كابتن طارق انت ده مسلا اعتبارش برضو عنديته الوسط في فرنسا بس شوف تحملول ايه على مصطفى طور قديه في عنديته الوسط مش عنديته الصفة اول في فرنسا بس موجوده جامد مهو ده عشان بقولك ايه خد ثقة اتحطت اتضغوط خلاص بيلعب بثقة شوف الفرقة التانية النهاردة انت بتتفرج على الفرقة الغنية ولا بتتفرج على الراس لغدر بص بيلعبوا ازاي فيه ثقة وسبعة لعيبة تغييرا في التشكيل الساية بالزبط شوف الثقة اللي هم بيلعبوا بيها شوف حارس المرمى شوف الثقة احنا بصراحة الدغوط اللي احنا عاملينها كتير قوي ومبالغ فيها قوي احنا مش احنا كمصريين لا العرب عموما ايوا انا بشوفها في المغرب ومشوفتها انا كنت موجود الدغوط اللي بتعمل على المنتخب المغربي او المنتخب الجزائر كل كل المنتخبات العربية الشارع العربي يما بيعمل الدغوط على اللعيبة ما بتلاقهاش انت شوف انا لسه بقولك مين بقولك صلاح وبقولك رياض محرز وبقولك زياش اكتر حد بيتلام هو النجم اللي انت المحترف الكبير اللي انت المفروض تشيل المنتخب انا بيتش كده انا بيتش كده